موسيقى جددت روسيا موقفها الرافد لقرار الرئيس الامريكي الأسبق دولان ترامب الرامي الاعتراف بلاده بمغربية الصحراء معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولية الحكومة الروسية وعبر الناطقة الرسمية بإثمها ماريا زخاروفا اعتبرت أن قرار الإدارة الامريكية السابقة الاعتراف بالثيادة المغربية على الصحراء يضر بالإطار القانوني الدولي مشيرة إلى أن موقف موسكو من قضية الصحراء لم يتغير وقالت ماريا زخاروفا في هذا الصياق أن موقف موسكو لم يتغير إذ لا يمكن التوصل إلى تثوية نهائية وعادلة إلا على أساس تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادر عن الجمعية العامة ومجلس الأمنة التابع للأمم المتحدة في إطار الإجراءات المتوافقة مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ودعت المسؤولة الروسية نستئناف المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وتعيين مبعوث جديد في أقرب وقت ويعتقد مراقبون أن موقف روسيا حول الأطراف الأمريكي بمغربية الصحراء غير مفاجئ وليس بجديدة لعدة اعتبارات أولها خوف موسكو من فقدان الجزائر كأول مورد للسلاح والعتادي العسكرية الروسية في إفريقيا وتانيا غضبها من قيادة المغرب لمشروع دخم لنقل الغاز نيجيري عبر الصحراء المملكة باتجاه القارة الأوروبية وهو ما يشكل تهديدا للغاز الروسي الذي تستعمله موسكو ورقة ضغط تجاه أوروبا في كل توتر يحدث وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي شهر أبريل الماضي جددت روسيا موقفها الرافد لقرار الرئيس الأمريكي الأسبق دولان ترامب الرامي إلى الاعتراف بسيرة المغرب على صحرائه معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي ونقلت قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية حينها خلال جلسة أعضاء مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية أن روسيا أدانت القرار الأمريكي ودعت الولايات المتحدة إلى إلغائه وأجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي على دعمهم لجهود الأمم المتحدة لبعث العملية الثياسية الهادف إلى التوصل إلى حل ثياسي تفاوضي لهذا النزاع الذي عمر لأزيد من أربعين سنة كما عبروا عن دعمهم لجهود الأمن العام الأممي أنطونيو جوتيريث من أجل تثمية مبعوث جديد خلفا للألماني هورسكولر الذي استقال ثنة 2019 بعد مباحثات جونيفر التي حضرت إلى جانب المغرب موريتانيا والجزائر واجبت البوليثاريو الإنفصالية لكنها لم تفضي إلى شيئا يجتمع أنصار اليمين الإسباني الأحد في وسط مدريد للتنديد بنية رئيس الوزراء بيدرو سانشيز العفو على الانفصاليين الكتالونيين المدانين بمحاولة الانفصال عام 2017 نظمت تظاهر دهر الأحد في ساحة كولون التي اختيرت بسبب العالم الإسباني العملاق المرفوع فيها ويرتقب مشاركة بابلو كاثادو وسانتياغو أباسكال زعيمي الحزب الشعبي وهو الحزب المعارض الرئيسي وحزب فوكس اليميني المتطرف في التجمع وسبق أن تجمع في المكان نفسه عشرة آلاف الأشخاص من اليمين في فبراير 2019 لمطالبة سانشيز بالاستقال متهمين إياه بأنه خان إسبانيا عندما تحاور مع الانفصاليين الكتالونيين في حين يتير هذا العفو الذي قد صادق عليه رسميا قبل العطلة الصيفية جدلا كبيرا يقول رئيس الوزراء إنها خطوة تهدئة في طريح وارن يهدف للتوصل إلى مخرج للأزمة في كتالونيا وقال سانشيز الأربعاء خلال الزيارة إلى الأرجنتين أتفهم أن يكون هناك اعترادات لدى مواطنين عندما يفكرون بما حصل عام 2017 لكنني أطلب منهم التفاهم والتثامح لأن التحدي المطروح أمامنا أي التعايش يستحق العناء لكن المعارضة اليمينية تتهم رئيس الوزراء الاشتراكي بتقديم تناثل جديد للانفصاليين الكتالونيين الذين تعتمد عليهم جزئيا حكومته التي تحضى بأقلية في البرلمان الإسبانية ويرى الضعيم الحزب الشعبي بابلو كاثادو أن العفو المذمع هو خطأ تاريخي لا يحل شيئا سوى إنقاذ حياة الحكومة وأعلنت الحكومة العليا التي دانت القادة الانفصاليين الاثني عشر في أكتوبر 2019 أنها تعارض أي عفو جزئي أو كلية في تقرير غير ملذم أرثل للسلطة التنفيذية مؤخرا مبررة رأيها بأن المدانين لم يظهروا أدنى إشارة توبة ومعظم المدانين أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية الانفصالية برئاسة كارلوس بوكديمونت وأدين الانفصاليون الاثنى عشر لدورهم في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في أكتوبر 2017 رغم أن القضاء حضره وأعقبه بعد بضعة أثابي اعلان الاستقلال من جانب واحد من بين هؤلاء الانفصاليين يمضي تسعة أحكام بالسجن تتراوح ما بين تسعة وثلاثة عشر عاما بينهم أوريال جون كيراث دعيم حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا الحليف الرئيسي للحكومة الإسبانية في البرلمان وفي رثالة مفسوحة نشرت الاثنين قام هذا الأخير بخطوة في اتجاه رئيس الوزراء معربا عن تأييده لإصدار عفو بينما يطالب الانفصاليون بعفو تام مع إثقاط الإذانة ومنتقدا البعد الأحادي لمحاولة الانفصال التي كان أحد منفديها وكتبا يجب أن نكون مدركين أن ردنا لم ينظر إليه على أنه شرعي تماما من قبل جثء من المجتمع في المقابل لا تزال الشريحة الأكثر تطرفا من الحركة الانفصالية التي تضم حزب بوك ديمونت الذي فر إلى بلجيك عام 2017 تؤيد المصار الأحادي ويرأث حزب اليسار الجمهوري الحكومة الإقليمية في كتالونيا منذ الثابيع مع المعتدل بيري أراغونيث ويدعو إلى التحاور مع الحكومة الإسبانية التي تعتزم مطالبتها باتفاق حول تنظيم استفتاء تقرير المصير وهو مطلب ترفضه مدريدا ويفترض استئناف الحوار الرسمي قريبا بين الحكومة الإسبانية والحكومة الإقليمية الكتالونية الذي بدأ مطلع العام 2020 مقابل دعم حزب اليسار الجمهورية لإعادة صنشيث إلى الحكمة إلا أنه علق بسبب أذمة وباء كورونا تشير أستاذة العلوم السياسية في جامعة كتالونيا المفتوحة آنا صوفيا كاردينال إلى أنه قبل هذه المحادثات جميع القادة الإنفصاليين مدركون أن التنازل الذي سيقدم صنشيث بمنح هذا العفو هو قرار سيكون ثمنه باهدا بالنسبة للحزب الشراكية لأن إذا كان هناك أغلبية تؤيد العفو في كتالونيا تمت أغلبية تعارضه في إسبانيا موسيقى موسيقى يعقد البرلمان العربي جلسة طارئة بالقاهرة يوم الثالث والعشرين من الشهر الجارية لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبية بشأن المملكة المغربية والذي تضمن اتهامات باطلة لا أثاث لها من الصحة بشأن سياسات المملكة إذا قضية الهجرة وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العثومي في بيان اليوم الجمعة أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة يأتي انطلاقا من اطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييده في مواجهة هذه الأزمة التي أقحم البرلمان الأوروبية نفسه فيها دون أي مبرر وذكر العثومي أن البرلمان العربي طالب نظره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة وحلها في الإطار التونائي بين المملكة المغربية وإسبانيا مبرزا أن إصرار البرلمان الأوروبية على المضي قدما في مواقف الاستفزازية بشأن القضايا العربية وإصداره هذا القرار المرفود جملة وتفصيلا بات يتطلب وقفة عربية جادة وفي وقت سابق دان البرلمان العربي القرار الذي أصدره نظره الأوروبية بشأن المملكة المغربية والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المملكة تجاه قضية الهجرة الغير المشروعة وفي خبر آخر قالت وزاة الخارجية الإسبانية عبر المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبية خوان جونزاليس باربا يوم الخميس أن إسبانيا تدرس إدخال ثبت وامليليا المحتلتين في اتفاقية شنغن الأوروبية وبالتالي إلغاء الاتفاق الخاص بالسماح لسكان تطوان والنادور لدخول المدينتين دون تأشير وحسب وكالة الأنباء الإسبانية الغير الرسمية أوروبا بريث فإن باربا أشار في تصريحه بأنه في حالة تطبيق هذا القرار فإن ضوابط وقوانين الحدود المعمول بها بين الدول ستفرد على الحدود بين الثبت وامليليا والمغرب وبالتالي سيكون على المغرب ضرورة طلب الحصول على التأشير لدخول المدينتين المحتلتين الواقعتين في شمال المغرب وقبل قرار المغرب إغلاق حدوده مع الثبت وامليليا بسبب الأوضاع الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كان المواطنون المغرب الذين يقيمون في تطوان والنادور والمناطق التابعة لهما بإمكانهم دخول المدينتين بجواز الثفر فقط دون الحاجة لتأشير على غرار باقي المناطق الأخرى الخاضعة للسيادة الإسبانية وبرر المسؤولون الإسبان هذه الخطوة التي لازلت في مرحلة الدراسة والنقاش بربطها بما حدث في الأسابيع القليل الماضية عندما شهدت مدينة الثبت تدفق الآلاف من المهاجرين والقصرين المغربة بعدما رفعت السلطات المغربية يديها عن حماية المدينة نظرا للمواقف الإسبانية العذائية تجاه القضايا المغربية الهامة مثل قضية السحراء كما تأتي هذه الخطوة في دل الأزمة القائمة بين الرباط ومدريدة الممتدة لأزيد من شهرين بعد افتضاح أمر استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي من أجل العلاج وقد بررت السلطات الإسبانية الموافقة على إدخال إبراهيم غالي بدواعي إنسانية واعتبر المغرب بالمقابل أن استقبال زعيم المرتزقة هو ضرب في ظهر العلاقات التنائية مع إسبانيا ولعلاقات حسن الجوار بين البلدين خاصة أن المغرب كان دائما واضحا في علاقاته مع إسبانيا ورفض دعم مطالب انفصال كتالونيا جدير بالذكر أن إسبانيا ضغطت على البرلمان الأوروبي لاستصدار قرار يدين المغرب على موصفته باستخدام القسرين الغير المصحوبين بذويهم في أزمة ثبتة من أجل الضغط على إسبانيا في قضايا ديبلوماسية غير أن البرلمان الأوروبي صادق على رفض ما قام به المغرب دون إدانة وبالمقابل رد المغرب اليوم الجمعة على قرار البرلمان الأوروبي عبر وزارة الخارجية التي أصدرت بلاغا اعتبرت فيه أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بخصوص قضية استخدام القسرين في أزمة الهجرة بسبتة لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة التنائية بين المغرب وإسبانيا وأكد البلاغ أن محاولة إدفاع الطبيعة الأوروبية على هذه الأزمة لا يجدي نفعا ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعة التنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة معتبرا أن توظيف البرلمان الأوروبي كأذات في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية وبعيدا عن المثاهمة في الحل فإن هذا الفعل هو جثء من منطق التصعير السياسية قصيرا ندرة فهذه المناورة التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة لا تنطلي على أحد